يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى واغلى متابعين صباح الخير صباح النشاط صباح الحيوية صباح التفاقل والامل صباحكم كده دايما مشرك بنور الله او مساء الخير بقى طبعا على حسب الوقت اللي انتو بتشوف في الفيديو عايز اقول لكم بقى ازايكم عاملين ايه كده يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال طبعا وحشتون بدون نقاش من اخر فيديو بقى كنت معكم فيه لو لسه كده بتتفرج معايا ولسه مشتركتش في القناة ادخلي بسرعة مش هتخسري حاجة بل هنعود ندلدش كده مع بعض كتير واتستفاد حاجات حلوة جدا طبعا اه اشتركي بقى من الزرار الاحمرين لتحت الفيديو وشغل الجرس على الكل علشان كل منزل فيديو يجيلك الاشعار بي وتتفرج عليه عملنا فيديو حلو جدا الفيديو اللي فات ده على طول فحبت اذكرك به كده نضفنا المطبخ وكان عندنا غسيل وكمان نضفنا قدت النوم بتاعي ديت ما شاء الله ولا معناها ونضفنا التسريحة وزبطنا الدنيا على الاخر بس عايز اقول لك بقى قبل ما نبدأ فيديو النهاردة كده بما ان هو روتين هنعمل مع بعض كمان حاجة حلوة جدا هنعمل تشيز كيك كده باسهل طريقة في يعني مش عايز اقول لك كده مش هياخد معاك اه تغمض يعني كده وتفتح تلاقي نفسك عملتي فتعالي ورايا بسرعة هنبدأ الفيديو بتاعنا كان نخلص لحد كده وقلتلكم ان شاء الله نكمل الفيديو اللي جاي بصوا بقى طبعا اكيد كنا سايبين الفراغ على النار كده من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي تخيل بقى بهزر طبعا بصوا اه ما كنتش جبت معاكو طبعا تكملت الفيديو كنت حتى بقى الفراغ على النار وكمان كان المحش معايا كنت حطرت العقد بتاعه وزبطت الدنيا كده وكان عندي غسيل طبعا اه ما يكون عندك بقى دوشة وشغل كتير كده بقى تعالي نقول الدعاء الحلوة بتاعنا ده مع بعض اللهم اني اتبرق من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا زر قوة الماتية يا سلام على الجمال بقى والريحة الحلوة كده في الشتة ده بقى تتدف كده احلى اكل طبعا تكليف الشتة هو المحشدينة طبعا الاكلة المفضلة وتلاقي بقى كل الناس عندها محشي فهميني ازاي عملت ايه كنت عندي برضو ورق خص كده كنت حتى كنت حتى كده في المحشي من تحت انا شخصيا بقى بموت في سواء كان سلق سواء كان ورق خص سواء اي حاجة لون اخدر كده بتبقى في المحشي في منتها الجمال هو غدا مش بسيط بس علشان انا جهزته من قبلها بيوم فما اخدش معي وقت ما شاء الله بصوا المحشي ده بقى حبيبي بقى الفهنا يا رب وعافية لكل من شاف والكل من دا يلا بقى بنا كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوفه النهاردة هنعمل حاجة حلوة مع بعض في منتهى السهولة عندي هنا كده ريتل من اللبن او كيلو يعني على حسب ما انت هتعمله وعندي ده نشا حطاه بقى في الفلاية الحلوة دي وعندي كوبايتين سكر مجين اللي هو اللي قدامك دول وعندي كيس جيلي وعندي اتنين فانيليا كيسين فانيليا وعندي برضو فانيليا سيلة فاشوف لو لقيت الفانيليا دي ريحتها مميزة وكويسة فهستخدمه وعندي كده بسكوت اي نوع بسكوت سادة بقى انت بتستخدميه بتفضلي مش هنقول اسماء بس اكيد يعني الاسم واضح قدامك المهم وعندي كده هجيب ازازة مية علشان انا هستخد احط النشا في المية تمام ممكن انت بقى تشيل شوية نشا كده كوبايت نشا انا بقول لي هتشيل كوبايت لبن وبعدين تدويب النشا في قلب اللبن تمام عطيت السكر على اللبن وولحت النور كده وحطته عليها بعد كده بقى كده زي ما قلتلكم ممكن الخطوة دي بس انا حباها ان انا اعملها كده تمام لقي ان اللبن عندي ما شاء الله ده سمف انا يعني حبة ازوده شوية مية فهزودها في النشا حطيت حوالي خمس ست معادئ كده من النشا وعليهم شوية فانيليا وهشوف الاول ريحته طبعا اكيد ريحته بتبقى واضحة انا بعمل مهلبية ازاي بعمل مهلبية بيكون اللبن بارد بنزل عليه النشا وهي برده وببدأ يقلب فيه طبعا لها طريقة تانية ان انت تستني لما اللبن بتاعك يغلي وتبدأ يتنزلي النشا في قلبه كده زي خيط رفيع جدا وإيد بتقلب وإيد التانية بتنزل بس طبعا خطورة الطريقة دي حفوا يعني اكتر من التانية ليه لان ممكن اللبن يكتل معاك ويعمل حبيبات كده ويبقى مش تمام وجبت حلة بقى كده وفيها كوباية ونص مية ويحطتها على النار علشان هبدأ نزل فيها الجلي بتاعي زي ما قلتلكو ياخد غلوة كده على النار لازم حبيبات الجلي تغلي معاك في نار آآ على نار عليها يعني لازم لان حبيبات الجلي لازم تكون على نار عليها تمام بعد ما يغلي بقى بتبدأ يتنزل عليك وباية ونص مية ساعة ولو عايزة انت يكون آآ مسكر شوية بتحط عليه مثلا وليكن معلقتين تلاتة سكر كده وشوية فانيليا برضه تمام حاجة سهلة وخفيفة وعادية جدا بص ممكن تعملها في ثانية كده زي ما قلتلك مش هتاخد اي وقت معاك خالص وبصوا وعجبت ولاية دي وجوزي بطريقة ومتتخيلهاش والله العظيم كانت تحفة بجد بجد دي يعتبر اسهل الوصفة انا عملتها كل مشكلتها بس ان انت آآ يعني على ما بتبردي ده وده بس هي اللي بتاخد وقت معاك مش اكتر تمام كان معايا ايد هنا بقى واد هنا كده قلبت الجلي في المية السخنة وبدأت نزلت عليك وباية ونص ساعة متلجة طبعا من الفريزر وكمان كانت ما تسهيش خالص عن اللبن بتاعك علشان احنا حطين في النشا فالنشا اول ما النار بالطوله كده بيبدأ يعمل حبيبات او تكتلات من تحت القاع بتاع الحل فدايما ايدك فيه واحدة واحدة ما تسهيش عنه لحد ما يتقل معاك ويبقى معاك زي ما انت شايفة كده مشاء الله المهلبية اخدت معايا آآ تقلت خالص وطبعا كنت آآ رصة بقى البيركس بتاعي بالبسكوت من تحت كده وبدأت ان انا نزل عليه المهلبية وهو سخن علشان بقى بيبدأ اللي هو زي بيستوي كده يعني ايه آآ مش بيبقى محمص زي ما هو تمام واخدت المهلبية وخرجت طبعا في الصالة تحت المروحة كده بقى سبتها بريدت تمامة اوعي تغلطي وتعملي وتحطي المهلبية وهي سخنة او الجيلي وهو سخن تمام واهم خطوة في في الحلو اللي احنا بنعمله ده اني تحطي الجيلي على المهلبية باي حاجة ما تنزليش مباشر كده علشان ما يعملش فتحة في قلب المهلبية كده والجيلي كله ينزل تحت تحت كده وتبقى لغبطيطة بقى والدنيا ما تبقاش تمام معايك فهم قصد ازاي تجيبها ايا كان معلقة انها جبت اللي سبتيولة دي وعملت بيها او اي حاجة مهم ان انتي تحط حاجة او تنزلي بالراحة جدا علشان آآ اللي هي تعمل تثبت معاك ما تخرمشي المهلبية وتنزل تحت بعد ما دخلتها بقى كده التلاجة المدة ساعتين الجيلي بتاعي ربط ما شاء الله هو اكبر وكان في منتهى الجمال وجد بجد زي ما قلتلكو اكتر وصفة عجبتني وعجبت ولادي ومغزية وسهلة وبسيطة وجد بجد فيها كل المكونات وكل الفوائد فاهميني ازاي ولادك ما بيشربوش اللبن دخله لهم في اي حاجة تاني ممكن كمان تقطعي موس كده فوق على الجيلي بقى من فوق شوية آآ آآ شوية قطع من المنجة شوية قطع من التفاح ايا كان انت عايزة تعمل ايه هيبقى كمان طبق متكامل وفي كل الفوائد عملت كده زي ما انت شايفين الجيلي معي انا اسفة جدا على التصوير لان طبعا انا كنت بصور بالكاميرا بايت ما كانش معايا الستاند فبصوا اكيد الشكل واضح يعني بتكلم عن نفسه بس كمان الاضاءة والله العظيم مش مساعداني ومش مدياكو الشكل واللون والجمال اللي هو يعتبر الحقيقي تمام طبعا بقى عايز اقول لك لو انت وصلت الهنا من الفيديو بالله عليك نزلي عمليلي بسرعة عليك واشترك لو انت لسه ما اشتركتش مش هتخسر اي حاجة وعمليلي كده كومنت حلو علشان تثبتلي وجودك بقى اللي انت دخلت معي القناة بصوا بقى القطعة متماسكة ما شاء الله وعايز اقول لك ملحوظة مهمة مهمة لو انت حابة تعملي الطبقة ده كده او القارب ده في آآ في كبيات او في عندك مسلا حاجات للجيلي مخصصة او مجات او حاجات زي دي ممكن تعمليه عادي جدا بنفس الترتيب ممكن كمان تجيب البسكوت كده وتطحنيه وتعملي بطبقة سميكة من البسكوت تحت وبعدين المهلبية وبعدين الجيلي وكمان عايز اقول لك ممكن انت تجيب جيلي بكل الالوان وتعمليه بنفس الطريقة هيطلع معيك الوان وفي منتهى الجمال يعني مسلا لو جيلي بالمنجا جيلي بالآ اي حاجة انت عايزاها تعمليها هتلاقيها تطلع معاك بنفس الجمال بصوا كل حاجة بزت مني علشان معايشي اللي استند بتاعي بس مش مشكلة المهم ان هي طلعت تمام والجيلي ربط معايا والمهلبية في منتهى الجمال واقطع لكو حتى كده بسرعة بسرعة عشان تشوفوا شكلها كمان عامل ازاي بس بالله عليك اي ما تنسي تعمليلي كده اشتراك وتكتب لكم منت حلو منك زيك عشان دايما تشجعيني كده وانا تزل لك فيديو عايز اقول لكم ان انا بحب بكم كلكم في الله ودايما باعتبركم زي اخواتي والحد هنا يكون خلاص وزلت لنهاية الفيديو استوضعكم الله واسبكم في رعاية الله وحفظه مع السلامة